مسلسل موفينغ تبدأ قصة المسلسل بالشاب كيم وهو وقف بالغيوم ويحكو يا واحد بالسماء ووراها يوقع باتجاه الأرض فهنا هنا كيم يفز من نومه ونعرف انه كان يحلم وبهاي اللحظة هو يسمع صوت السجين ويجتمري حط طعام طيبة ونشوفه ما وهي تطبخ وتقوله يلا كافي نوم وتعالوا كل فهو بسرعة يقوم يبدل بسرعة واما تبدأ ترتب حقيبته والغريب بالموضوع انه يتخلي بيها اثقال وتسأله اذا كان الوزن تمام او لا فيقول لها الوزن مضبوط وبعدها يطلع للدوام وبهاي الاثناء نشوفه هو راكب بالباص وهو يشوف ابنية جاي تركض على الرصيف فيبقي باوعي لها الحد ما يوقف الباص وينزل منه وهي يدفو تركض من يمه وتصعد بباص المدرسة وتخلي بطاقتها حتى تدفع الأجرة لكن البطاقة تطلع عاطلة فكيم يبادر من يمه ويدفع بمكانها والابنية هوية شكرة وتقول لها انه انا راح ارجحني اليك لما ارجع للبيت او نعرف انهم اثنيناتهم بنفس المدرسة فتقعد وهو يبقى واقف لكن هي ارادة تساعده مثل ما هو ساعدها وتقول لها طين حقيبتك خليها يمي وهو ينطيها الى وهي تستغرب لانه كانت الحقيبة ثقيلة جدا ووراها نشوف كيم وهو يرتفع عن الارض كم سانتيم وبهاي اللحظة السائق يدوس الابريك فكيم ينضرب بالشباك وهناك يبقى يشتت تفكيره حتى ما يطير ويستقر وبهاي اثناء نشوف الطلاب وهم كلهم يدخلون للمدرسة لكن هو يتأخر فالشرطة اللي بالباب يقول له بانه انت راح تتعاقب لانه انت كالعدم اتأخر فيقول له في نهاي المرة لكن الشرطة يرفض ويقول له القانون يبقى قانون ووراها نشوف مدير المدرسة اللي يكون صاحب شخصية قوية والكل يحترمى من المدرسين وطلاب وبعدها نتعرف على تشينغ الطالب الشاطر وهو كان يجمع تليفونات الطلاب اللي موجودة بالقاعة وايضا نتعرف على الطالبة اليوتيوبر وهي تصور بكيم لانه يشرب مياه بكميات شبيرة فيتفاعل كيم ويقول للمتابعيها حطوا لايكات ووراها نشوف الطالبة اللي التقت بكيم بالباص ونعرف انه هي طالبة جديدة وهي كانت قاعدة ويمدرب المدرسة فتسأل الشون تاخذ منحة وهو يقول لها انه انت طالبة جديدة وهذا الشي ما يصير وهي اخر سنة اليك ووراها يطلع على سجلها الرياضي مالة مدرستها القديمة لكن هو يتفاجأ بقوتها البدنية ومهارتها ويقول لها ممكن يتحصلين المنحة واني راح أساعدك بهذا الشي حتى تتمرنين بالقاعة الرياضية الخاصة بالمدرسة فتقول لها شكرا على لطافتك ووراها هو ياخذها للصف ويبدأ يعرفها على الطلاب كلهم وهنا هي تقعد قريب من كيم وهي سنشوف كيم وهو ما ينزل عيونه منها وبهاي الاثناء تهب الطيارة وينزل من عندها شخص ونعرف انه هذا الشخص اسمه ايف اي ولما طلع عن المطار يلقى سيارة مكتوب عليها ايف اي اكسابوريس فهنا هو يفتحها ويلقى صندوق ويبدل التشيرت مالته ونشوفها لظهر حرف ايف والصندوق بيصوره معلومات الاشخاص مطلوب من عنده انه يصفيهم وبهاي اللحظة نشوف كيم وهو ياخذ الطالبة جديدة حتى يدليها مكان القاعة الرياضية وبعدها نشوف الطالب تشينغ وهو يحكي ويا المدرس بشكل غامض وهسا ننتقل لل ايف اي اللي يوصل للشركة فيسأل الموظف على الشخص لكن الموظف ما كان يعرفه فالمدير يقول للموظفين اطلعوا كلكم فهنان ال ايف اي يلتفت ويقول له اشون عرفت اسمي السري ف ايف اي يقول للمدير انه انا جيت انفيك فالمدير يقول له انه انا تركت الشغل من الزمان فياخذ مظارب اثنين ويطبقهم بيده ونعرف انه هو عند قوة خارقة فيصير شجار بياناتهم وبالاخير ال ايف اي يضرب المدير بالقلم والقلم يدخل بقلبه ويقول له انه انت عندك اولاد فالمدير بسرعة يهجم على ال ايف اي لكن ال ايف اي يضربه ويطيره من شباك البناية وبعد مرور بعض الوقت انشوف ال ايف اي وهو قاعد بالسيارة وهو تشن يكتب رسالة ويرسلها ومحتوى هاي الرسالة يقول انه اني لازم اتخلص من هذا الشخص وبهاي اللحظة انشوف كيمه وهس اخلص عقوبته اللي تعاقب بيها لان هو تاخر عن المدرسة والعقوبة هي التنظيف وبعدها الطالبة الجديدة كانت وقفة تغسل لان هي كانت تتمرن فكيمه يقول لها انطين حقيبتي كان يشيلها وهنا نشوفه هي وصلة المحل ابوها وتطلب من عندها ملابس مدرسة او ايضا تطلب من عندها ملابس رياضية للتمرين وهو وافق لكن ما كان مد اني وافق عليها ونعرف ان وضع المادي هو تعبان جدا ووراها نشوف مدرب المدرسة يقول تشينغ انضم الطالبة جديدة تشبهك وانت لازم تصير صديقها وهسا نروح الام كيم ونشوفها وهي تقلب بصفحة الحوادث فتشوف خبر موت المدير اللي انقتل وبسرعة تركض وطلع اسلاح كانت ضامته وهي تبدأ تنظفها وتركوها وبعدها ترجع بنا الاحداث العام 2003 ونشوف ميهون والدة كيم وهي كانت شايلتا وتمشي بيه بالثلج ونعرف انه هي غادرت مدينتها واجت المدينة جديدة فتقعد بالمطعم وتشتري اكل لابنها اللي من يأكل ويفرح يطير فهي تلزم الكرسي برجليها وتبقى تبتشي او وراها تروح وتأجر مخزن وتحاول انه تخلي صالح للسكن لكن هنا هي تروح للماركت على ما تشتري اكل ونشوفها وهي تشتري لحم بكميات شبيرة والمرأة صاحبة المتجر اتلوم ميهون لان هي شايلة كيم وهو يقدر يمشي فهنا صاحبة المتجر تسألها وتقول لها انه هو مريض لوشبيه حتى انت شايلته فميهون تتنرفز وتقول لصاحبة المتجر ابن برة حادة انت ليش تدخلين بشي ما يخصك وبهاي اللحظة يجي ابن المرأة وهو ينطل كيم حلوة ويبقى يضحك وياه ويروح وهنا ميهون تاخذ الغراض اللي احتاجته وتروح وبعد مسافة تفتح الكيس وتشوف ان المرأة صاحبة المتجر اخلت لهم حلوات هواية وهي اجنة بخليتها ويا اللحم فميهون يأنبها ضميرها وترجع تعتذر منها وتقول لها اني اصفلين حشيت وياك بقلة ادب فصاحبة المتجر تقول لها انا ردت اقول لك انه احنا لازم نعلم اطفالي احتمدون على نفسهم فقط فترجع ميهون للبيت بعد ما سمعت النصيحة وهي تبدأ تعلم ابنها على الاعتماد على نفسه وهي كانت تعلمش شون يمشي بدون ما يطير ونعرف انه كيم عند قوة خارقة وهي الطيران وهو يطير لو ما يحسب مشاعر فرح وارى اربع سنوات انشوف ميهون وهي رتبت وضاحة وحسنت معيشتها وقدرت انه تفتح مطعم صغير او ايضا كيم كبر شوية وبأحد الايام بالمدرسة هو يشوف طفل لابس ملابس بطل خارق وهذا الطفل كان يحاول يطير لكن هو يقفز بشكل قليل جدا والاطفال يبدون يشجعوا ويحيوا فكيم من شاف هيتي صعد عند الحماس والفرح فيصعد ويطير مسافة وكل الاطفال ينبهرون به فالطفل هذا يغار او يصعد من جديد ويحاول يطير لكن هو يوقع وينكسر وبهاي اللحظة تجي او كيم وتقول له غلط من عندك انه تظهر قوتك وكل الابطال الخارقين قواعدهم يخفوها عن العالم وهذا نرجع لوقتنا الحالي ونشوف كيم والطالبة يرقضون باتجاه بوابة المدرسة فهم يتصادمون لكن هناك كيم يوقع ويتعرض لبعض الاصابات وبعدها يقوم فيحشونوا يا حارس الامن اللي موجود بباب المدرسة وهو يقول لهم انه انت راح تنظفوني اليوم لان انتوا يجيتوا متأخرين وهذا نشوف شخص كبير بالسن وهو يباوع لهم ابنظرات مشكوك بيها وهذا الشخص يشتغل حارس امني بالمدرسة وهناه ينتقل بين المشهد للقاتل ايف اي ونشوفه هو وصل للشخص رقم اثنين فيدخل على اليو يسأله ويقول له انت بونك فبونك يضم صورة الى هو وابنه وهما كانوا مخذيها سوء وبعدها يمد ايده على الكهرباء وكان يحاول انه ياخذ من عدها طاقة لكن القاتل يفصل الكهرباء عن المكان وبعدها يصال قتال قوى بيناتهم وبالنهاية القاتل يقتل بونك وبعدها يطلع الصورة اللي ضمها ويلقى نص الصورة محروقة وهو من كان يقدر يتعرف على ابن بونك فيحرق المكان كله ويروح ووراها نشوف كيم وهو يسأل الطالبة جديدة اللي اسمها هيسو فيسأله ويقول لها انت راح تقدمين على دروس القوى البدنية وممكن تنطيني زيك الرياضي حتى الدرب بي فهنا نشوفها وهي رايحة تبدل ملابسها او تشام بونك يراقبها فجينك شافه وقال له انه ما يصر هذا الشي وهم اثنيناتهم اختلفوا بالكلام وطلعوا بالخارج على مودة عاركون فجينك بسرعة يتغلب على بونك ووراها يضرب الشجرة بقوة ويوقحها ونعرف ان الطالب جينك عنده قوة خارقة ايضا وبعد انتهاء الدوام هيسوك تقول الكيم انه اني لازم اروح واشتري زي مدرسي او لازم ايضا اشتري زي رياضي فيقول لها اني راح اجوياتش وبعد انشوف احد الوزراء اللي بكورية وهو ضايج لانه حالات القتل زادت وما حد يعرف من ديقت للاشخاص وهو يقول السكرتيرا انه انتوا لازم تلقون القاتل اما كيم وهيسوك فهم وكانوا قاعدين سوا ويأكلون فيفوت من يمهم بونك فكيم يقول لهيسوك انه بونك تشان ايضا يتمرن حتى يدخل كلية القوة البدنية لكن هو تعرض الاصابة او وارح تغير كليا وصار شخص صعب السيطرة عليه وبهاي الاثناء نشوف ابو هيسوك وهو يفتح مطعمه الجديد فهنا هناك كيم وهيسوك يمشون وتقول له انه ابويا دائما يخاف علي لانه ما يعرفون شنه افكر المستقبلي واني لازم اقول له انه انا بدأ ادخل كلية القوة البدنية وبهاي الاثناء يلاقيهم تشينك ويقول لهم انه انتوا هواية من السجمين ويا بعض فتقول لهيسوك انه احنا اثنيناتنا ما عندنا اصدقاء واهلنا عندهم مطاعم لذلك اكو شغلات مشتركة بيناتنا وهو لما يسمع بهذا الكلام يعوفهم ويروح وبهاي اللحظة يروحون وينظفون الحمامات سوء وهيسوك تضمد الجرح مالة كيم ولما تطلع هو ما يقدر يسيطر على نفسه ويطير ووراها نشوف هيسوك وهي تقول لابوها انه انا اريد ادخل كلية القوة البدنية ويكون مجانية تماما وبثاني يوم بالليل كيم يشوف هيسوك وهي تتمرن والدنيا كان الظلمة او كان هو هستوى من تهي من تنظيف حمامات المدرسة فبهاي اللحظة يشغل كل اضوية المدرسة حتى هيسوك تتمرن براحتها واهنانه يوصل الاف اي القاتل للمدرسة لانه من خلال الصورة اللي يلقاها لما انقتل الضحية رقم اثنين اعرف انه ابنه يداوم بهذا المكان فالحارس الكبير بالسن يقول له ممنوح توقف اهنانه وبثاني يوم يشوف هيسوك وهي جاي تتمرن فيشوفها تشينك او لما تريد تبدل ملابسها يختل فهنان هي تبدأ تتمرن وتوقع وللأسف ينكسر عظم رجلها فيشوفها كيم وبسرعة يطير بيوصلها لكن هي تستغرب اشوان وصل بثواني فتقول له ان تروح لان انا بخير وكل شي ما بي لكن هو يرفض ويقول لها انه انا راح اساعدش بالتمرين فيلزم رجلها وهي تتمرن ومتشان يقدر يسيطر على نفسه ويطير مرة ثانية وهي تشوفها وتقول له انه انا شفتك لما انت تطير فيقول لها انت متوهمة وانت اندي يصر عندش مجرد هل وسو خيال ومن ترجع للبيت تلقى ابوها مشتري لها حذاء جديد وبثاني يوم هي تنسى بالمدرسة وتقول الكيم ممكن تروح تجيبه او لما يروح هي تبقى تراقبه او تتبع اثار رجلية الحد ما فجأة يختفي الاثر فهي تتأكد من شكوكها بان هو يطير لكن بوقت قليل جدا هو يجي ولازم حذاء بايده وبين الها انه هي على غلط فهي تجي تلمس ايده على متعدل للزقة ما لا تتجرح مالته وفجأة هو يرجع ويطير مرة ثانية فتقول له انه انا شنت متأكدة من هذا الشي وبعدها تقفز وتنزله وتلبس حقيبته اللي بها اثقال وبهاي الاثناء انشف الرجل الكبير بالسن وهو يباوى عليهم بالكاميرات وكان كلش فرحان وبعدها هيسو تجيب كيم للبيت وام كيم اترحب بها هواية فهنانا كيم يعرف امه عليها واما تقعدهم وتسويهم الاكل او وراها نروح للقاتل ايف اي وهو يدخل للشخص رقم ثلاثة ونعرف بانه رقم ثلاثة هي امرها عدها صالون حلاقة فيدخل ويقول لها انا اريد حلق ولما تبدأ القصف شعره يسألها انتي عندي شاولار فهنانا هي تعرفه وفجأة تضربه بالمقاص ودخل المقاص براسه وهو يسحب المقاص بكل سلاسة من راسه وبعدها هي تجيب اسلاح لكن للاسف هو يقدر يقتلها بعدها نشوف والد هيسوكو وهو يتصل عليها فهي تقول انه انا صديقي وانت لا تقلق علي وبسرعة تنهي المكالمة وتتقرب من كيم وتقول انت معجب بي لكن هو يخجل ويقول لها لا وبعدها يبدأ يطير فهنانا بعدها هم يقعدون سوء وهي تقول انه انا ما راح اقول للاحد على قوتك الخارقة وانت مميز جدا وبهاي الاثناء نشوف امها وهي جوا وتسمحهم ونعرف انه قوة والدة كيم هي الحواصل الخارقة وبعدها هيسوكو تودحهم وتطلع فوالدة كيم تقول له اروح ووصلها وبالفعل هو يطلع وراها وهيسوكو تقول له انه انا راح اروح وانت ابقى هنا وبالفعل هو يرجع الامة فامة تقول له انت شون عفتها ولازم تروح توصلها وهي بقتت سرعة عليها فيطلع وشوف انه هي بتعدد وبسرعة ينزع حذاء الثقيل وهو يوصل الها طيران ووراها نشوف ابو هيسوكو وهو يوصل اكل فيلقى القاتل وينطيك كرت المطعم ويقول له اذا جبت طلباته هواية انا راح انطيك دجاج مجاني وبثاني يوم يقعد كيمة من النوم وهو يلبس ملابس المدرسة ويطلع فامة تقول له اليوم جمعة لكن هو يقول له انه احنا ناخد دروس تقوية بأيام الجمعة وبعدها نعرف انه هو وهيسوك متفقين انه يلتقون بالمدرسة على موت تدرب او المدرسة تقول له هيسوك انه انا اريد اقول لك سر بس انت لا تضوج مني وهي تقول له انه انا انطردت من مدرسة السابقة لانه انا ضربت اكثر من 15 طالب وهو يضحك وما يصدقها فتقول له تعالو خلي احشي لك قصتي وانانا هي تبدأ تحشي قصتها واتقول له انه انا لما تنتص غيره امي سوى تحادث وماتت وبقتوية ابويه او كل فترة احنا ننتقل من مدينة الى مدينة اخرى او كأنه احنا هاربين من شي الحد ما ايجا يوم واستقرينا ببيت فابوي اشتغل بمنجم المدة اكثر من 9 سنوات وباخر سنائلية انا شفت مجموعة من الطلاب المتنمرين وهم كانوا يتنمرون على طالبة جديدة او انا ما قبلت انه يتنمرون او قلتي كل المدرسين على هذا الموضوع فالمدرسين سيلوا الطلاب من يتعرض للتنمر لكن الطالبة كانت جبانة وما حجت ابدا لان هي كانت خايفة من عدهم فهنانا المدرسين جمعوا كم طالب وقال لهم اذا اصار شي انتم مسؤولين او من رجعوا الطلاب للصاف واحدة من الطالبات اخذت كتر موس وهي بدت تفتر بالصاف وضايقوا الطلاب على من تعرف من اللي يبلغ عليهم وبالفعل بعد دقائق قليلة هم بدأوا يتعاركون وتقول انه انا اجيت اضربتهم كلهم او واحدة من الطالبات ضربتني بالموس لكن جرح التأم بثواني قليلة واهنانا نعرف انه هي عدا قوة خارقة ايضا واللي هي التجديد وجروحها وكسورها تلتأم بثواني قليلة فتقول انه بعدها راح ابويا للمدرسة او دفع فلوسه وايا كتعويض للطالبة اللي اعني ضربتهم فتقول المدرسة فصلوني او لما طلعت من المدرسة سألت ابويا انت كانت تعرف بيا انه انا عندي هاي القوة فهو مجاوبها وقالي لها لا لكن القوة اللي عندك انت ورفتيها مني وهسا نرجع للوقت الحالي ونشوف ابو هيسوك ووالدة كيم وهم كانوا يرقبون الشرطة اللي تحقق بجريمة قتل جديدة وبعدها يلتق المسؤول الحكومي بالشخص ويقول لها دي ربالك على مشروعنا لانه اكو واحد دي يستهدف كل الابطال الخارقين وهسا نشوف الاف اوي وهو يروح الجنازة الحلاقة اللي هو قتلها بداخل المحل او يعرف انه كانت عندها ابنية وهي اللي ابنية ماتت وهي ماتت لما كان عمرها عشر سنوات اما اطفالها الباقين فهي متبنيتهم وبعدها تيجي طالبة جديدة للمدرسة وهيسوك تفرح لان هي نفس الطالبة اللي كانوا يتنمرون عليها او كانت يدافع لها واللي يكون اسمها هيون وهنا ننتقل المكان دفن الضحية رقم اثنين ونشوف انه ابنه هو سايق الباصل اللي اختفى فجأة او نعرف انه ورث قوتة كهربائية من ابو او نكتشف انه لما كان صغير بالمدرسة ارفعوا انه الكهرباء اللي بجسمه اكثر من الطبيعي وهنا هو من يكبر يقدم على كلية القوة البدنية لكن هو كان مو قوي فيقررون اللجنة انه يرفضوا وهنا هو يجرب التمثيل وينجح به ويصير الى شهرة باسم رجل البارد لكن اثناء تأديت احد العروض يفقد السيطرة على قوته وهو يخرب اجهزة المسرح فالممنتج يقرر انه يضرده وبعدها يرجع للبيت ويلقى امه ميته وهنا هو يبقى يدور على شغل لكن هو ما يلقى وينتقل بسرعة للبيت وياخذ باتره وينطيل ابوه ويقول لها ذكريات امي كلها بيه وهي هاي قواهم تتعلق بالكهرباء وبيعامل الايام هو يشرب هوايا ويسكر فيبقى يمشى بالشارع وفجأة يشوف باس واقف لانه بطاريته فاصلة من الشحن فيقرر انه يشحنها عن طريق ايدية والقوة الكهربائية اللي بداخله وبعدها اشتغل سايق بالباس الحد يوم وفات ابوه فهو يروح يلزم الباتري ويشوف كل شي صار ويا ابوه فيقرر انه يترك الشغل ويقرر انه يدور على القاتل حتى ينتقم من عنده وهسا نرجع للمدرسة ونشوف بانكه هو يتنمر على تشينك على مدفقة سيطرت على اصابه والناس تعرف حقيقته ووراها تشينك يطلع وهي سوك بسرعة تاخد نظاراته بعدما نظفها كيم وهي تروح ووراها وتنطيها الى وتقول له تصرفك كان صحيح لما ضبطت اصابك فهو يشكرها ويروح ولما يوصل للباب يقول لها بالمناسبة ابويا عنده متجر ايضا وهنا كيم يشغل اغاني بموبايلة لهي سوك ويخليه الها وهي تتمرن وبعدها يروح وهذا نشوف القاتل هو يفتح ظرف الضحية القادمة واللي هي اون كيم فكيم هنا يرجع لهي سوك ويلقى جهازة فاصل شحن اما ابو تشينك نعرف ان القوة الخارقة اللي يمتلكها هي القوة الجسدية المفرطة وبهاي اللحظة نشوف واحد يشتري دجاج من والد هي سوك وهو ما عنده فلوس فينطيه موبايل وفجأة تيجي هي سوك فابوها يقول لها انا جبت ليش تليفون وبهاي الاثناء الحكومة تكشف مكان القاتل ويجي الشخص من المخابرات الامريكية ويقول للمسؤول الكوري انه احنا نعرف انه انت ورا هاي الاختيالات كلها ولازم انتوا توقفون القاتل وان لا رح نلغي الهدنة اللي بيناتنا وفجأة القاتل يوصل الوالدة كيم وبسرعة هو يدخل للمطعم واحنا نعرف انه قوتها الخارقة هي قوة حواسها فهنانا هي تشعر بالخطر وبسرعة ترسل رسالة لكيم وتقول لي لا تجي للبيت بس مثل ما نعرف انه كيم جهازه ما بيشحن وهو دخل عليها للمطعم فتبدأ يتعامل ابنها او كأنه هي ما تعرفه على اساس انه هو مجرد زبون فالإيفا يحكي ويقول الكيم انه الاكل هنا طيب فالكيم يرد عليها ويقول لي انه نعرف الاكل طيب هنا لان هذا المطعم هو مالة امي وبهاي الثواني القليلة والدة كيم تحضر اسلاحه لكن تنصر رسالة للقاتل والرسالة تقول انه العملية انلغت وارجع بالوقت الحالي فهو بسرعة يعوف كل شي ويروح وتبدأ ولدت كيم تحصب على كيم لان هي تزدت له رسالة وهو ما رد وما شافها فيقول لها انت شبيش حصبية وليش خايفة ومنه هذا الشخص فهنانا نبدأ نتعرف على القاتل ايف اي اللي هو طفل كورين خطف من قبل الجيش الاميركي وهو طفل بدأ الجيش الاميركي بتدريبه وكانه وياه وياه اطفال البعض من عندهم ماتوا والبعض بقى عايش والحرف اللي على اسمه هذا حرف رقم التسلسل واسمه ووراها وبوقتنا الحالي تجي رسالة للقاتل انه لازم يقتل الشخص رقم ثمانية فسيارات القاتل قربت تندعم بالباس ونعرف ان صاحب الباس هو رجل البرق اللي ايف اي قتل ابوه فينزل الركاب وهو يروح وراء ويبقى يطارده الحد ما يوقف ووراها رجل البرق ياخذ باتر بيده وينزل على مجقتل الاف اي لكن هم يتواجهون وتصير بينهم معركة قوية والاف اي يعرف انه هذا ابن الضحية اللي قتله واللي كانت قوته الكهرباء فيقرر انه يقتله ايضا وبالفعل هو يقتله ويخلص عليه وبعده يروح المكان الضحية رقم ثمانية واللي نعرف انه هو ابو هيسوك لكن الاف اي يلقى المطعم مال تم عزل فيباوع من الزجاج وهو يروح وراء ابو هيسوك ويلقى دي وصل طاله بدراجته فالقاتل يدعمه ويبقى يدعم بي اكثر من مرتين وثلاثة وكان يعتقد بانه هو ميت لكن هنا الاف اي يطلع جهازه ويرسل رساله وهي محتواها انه رقم ثمانية تمت ازالته وبهاي الاثناء نشوف انه جون ابو هيسوك هو بعد عايش فيجي ومد ايده ويكسر الجامع وهو يلزم القاتل وثبته وهو يشوف الملفات ويعرف ان هذا هو القاتل اللي رسلت المخابرات الاميركية على موجهة في كل الابطال الكوريين اللي عندهم قوة خارقة فصير مواجهة بيناتهم لكن الاف اي للأسف قرب انه يقتل جون بس جون كان قوي جدا وتستمر المواجهة الحد ما جون يقتل الاف اي وهو تأكد انه مات ووراها يحرق الملفات ويرجع للبيت وتستمر بعض الايام وتكون عادية للجميع وهسا نشوف كيم وامه اللي هي متقبل يروح اي مكان بس للمدرسة وبيام للأيام كيم كان يدرس فبهاي اللحظة اتراس لهيسوك لكن هو يدزلها ايموجه قلب بالغلط وهو ينحرج من هذا التصرف فهي تقول له انه ليش ضوام غرفتك بعد شغال فيرقلت لشباك ويشوفها وهي واقفة قدام بيته وهي ترفع ايدها وتأشر له وترسله رسالة تشجيعية على مد يدرس للامتحانات بس هو ما يسيطر على نفسه ويبدأ يطير ويروح يمها وهم يقعدون سوء فهي تقول له انه انا اجيت على مد شجعك على الدراسة واشوفك فهي تقوم وتجيب حجارة شبيرة وتخليها كوزنة بحضنة وتقول له انه انا اشتاقيت لك كل شهواية فيقول له انه انا ايضا اشتاقيت لك ووراها نشوف ايجت الامتحانات وكل الطلاب كانوا نشيطين ومستعدين وبقعت الرياضة هيسوك كانت تتعدي امتحان القفز فتوقع عليها خشبة ولما كيم يركض على مد يساعدها ينصدم بانه تشينك تحرك بسرعة فضيع ونقذها وهذا نشوف صديقتهم اليوتيوبر وهي صورت كل شيء وهي نشرة اللي صار قدامها او كل الناس يبدون نشوفوه او بعدها نشوف كيم وهو يتعلم الطيران لانه وضاش كل شهواية لانه ما قدر ينقذها هو فتيجي امه وتقول له انت شون اللي تسويه هنا فيقول لها انه انا اعرف خوفك وحرصك علي وهو اللي داي خليك تسويه نهيتش لكن انا تعبت من خوفك وخوفك خلاني جوان وخايف وضعيف شخصية فتقول له انه انت تريد تموت مثل ابو فيقول له يا اب اللي تحكين عنه وانه انت بحياتك ما حكي تيلي عن الاب وهذا نكتشف انه صوت اللي يشوفه دائما بالحلم ويحكي وياه هو ابو فتقول له انه انا تشتغل بالمخاورات الكورية اوقوت الخارقة هي قوة حواسي ومشاعري اوقتها ان اتعرضت الاصابة فنقلونا القسم المعلومات وبيها من الايام المدير انطاني ملف ابوك فالمدير قل لي انه هذا افضل عميل سري بكورية كلها وتوجهت الى عملية سرية ونحن نريد انحلل شخصيته قبل ما يقوم بهذه العملية ويقول لها المدير انه ماكو غيرش يقوم بهذه العملية لان انت حلوة فتقول له انه انا هنا نكرست ايامي كلها حتى الفت انتباه ابوك الحد ما ايجي اليوم اللي ايجي يتعرف بي عليها فاني منطيت اي اهتمام وبقيتها الجاهلة الحد ما اتقربنا وحيشة ويايا وشربنا القهوة بمكان عملنا والعملية اللي اتعرضت بها الاصابة كانت اول عملية الي فتقول له انه انا اضطريت انه اتنكر على المسرحية كمغنية وبقيتها كانت اكو ابادة للعملاء الكوريين اللي مفضوح امرهم فايجاني امر ابرامي قم بلا مسيلة للدموع اواني شمالة قم بلا ضوئية لانه ماردة العملاء يموتون اواني ساعدتهم على الهروب وبهاي اللحظة كان ابوك خارج المبنى او كانت مهمته انه اي واحد يهرب يقتله فاني هربت لكنه لما شافني ما قتلني او وراها وبعد العملية عزمني على القهوة بمكان عملنا او احنا قعدنا وشربنا وحيشينا بالعملية او قال لي انا اعرف انه انت تقربتي من عندي لانه طلبه من عندي شهيشي او اكنا وابوك قال لي انه العملية اللي انطواتشياها هي فشلت اواني كشفتك وشنو اللي انت رح تسوي فتقول لي انه اني قلت لابوك انه اني ما عرف شنو رح اسوي وبثاني يوم احنا تمشينا سوء فهو قال لي انه روح يقولي للمدير العملية نجحت وراها انا التزمت بكلامه وراحت قلت للمدير انه العملية مشت تمام فالمدير قال لي انه لازم تعرفين السر اللي هو ضامة وراها طلعت من مكتب المدير ولقيت السكرتير تيبجي فاني علمتها شون تسوي القهوة اللي حبها المدير او وراها مشيت لكن رئيسة الموظفين قالت لي انه انت محظوظة لان انت من الناس القليلين اللي تحشين ويا السيد من اللي هو ابوك وانتقول لي انه هنيالش تحشين ويا وتشربين قهوة وتاكلين ويا او هي انطعتني شغلة هواية لانه كانت الغار من عندي فاني سهرت الليل كله ووقيت اشتغل في سبيل انجز العمل لكن من الشباك اجي ابوك وهو كان طاير وهو كان جايب لي الاكل وهنا اني عرفت سره اللي هو يقدر يطير واللي كانت هاي قوة خارقة يمتلكها وبثاني يوم اني قلت الابوك على قوة الخارقة لكن هو ما صدقني او قل لي شوفيني هذا الشي فاني حطيت ايده على قلبه اواني خلت ايده على المكتب او بديت قلد نبضاته فهو مبهر بيه فتقول له انه اني اعرف انه ابوك كانت عنده مشاعر اتجاهي او لما هو ردي بوسني ما قدر يسيطر او طار من الفرح او بعدها اتقيت بمدير المكتب وهو سألني شنو اللي عرفتي عنه فاني قلت للمدير المكتب انه انا كلشي ما اعرفت وانما هو شخص كتوم جدا فاهنا انا قال مهمتش انتهت او لما طلعت من الغرفة لقيتني رئيسة الموظفين او قالت لم نبرة حادة جدا يلا على مكتبتش واهنا اشوف رئيسة المكتب وهي قاعدة وي المدير وتقول له انه هي فشلت بالمهمة وهو يضحك ويقول لها لا وانما هي نجحت وانا جنت ادور شخص صادق ونقي مثلها على مدخل لي يرتبط بمين وهي تستحق فتدخل سكرتيرة المدير وهي جايبة قهوة وهنا يظهر انه هي كانت تتصنت عليهم فتطلع السكرتيرة وتروح تخبر لي اللي هي اون كيم وتقول لها انه المدير يعرف كل شي ويعرف انه انت جاي تكذبين عليهم فهنا المدير يهددها ويقول لها لا تقولين المين لانان خط الاساسية هي انه رتا يتعلق بيش حتى من يروح للمهمة يرجع على موديش وبعدها مين يروح للمهمة وهي تبقى تشتاقل دائما وتعرف انه مين اختفى والتهمه بخيانة بلده ويمر الوقت والسنين وبيو من الايام قاعدة فتشوف خيال مين وهو كان واقف في الشباك فتقوم وتفتح للشباك وتقول له شنو جابك فيقول له انه اني احس بالخطر على حياتي لذلك انا اجيت اشوفك فهي بسرعة تحضنه وفجأة الامن يكونون نصبي لكمين وبسرعة يقبضون عليها وهي سنروح لابو هيسوك اللي نكتشف انه كان صديق ابو كيم ونشوفه هو داخل بالبار او كان يسوي مشاكل ويكسر الغراض ويبدأ يتعارك فيدخل مواجهة ويا رجال العصابة اللي هناك وراها يقتلهم كلهم وبعدها يوصل الرئيس العصابة ويشمر يمع قد بيع المكان وهو يخلي يوقع بالغصب عنه ونعرف انه الكل كان يخاف من عنده وبهاي الاثناء يروح الصديقة اللي يطلح السيشاتين من جسمه ونعرف انه هذا صديق المقرب وهذا نشوفه هو ينام جوه السيارات على مدين دعم وياخد تعويض من صاحب السيارة اللي هو يدعمه ونعرف ان نقوتها هي التجدد والتئام الجروح او وراها صاحبة السكن الطالبة بالدين اللي علية فيروح ويشمر نفسه جوه السيارة ويجيب الفلوس ويدفع الدين اللي علية وبعدها ينصدم ببنية فتوقع من عندها غراضها واهنانه هو قرر ان يساعدها ويحشو اياها بلطف فهي تتشكر من عنده وتسأله عن عمره وهو ما يجاوبها على هذا الشي وبعدها يروح ويرجع يوقف بالشارع حتى يندعم وياخد تعويض فالسيارة اللي تدعمها هاي المرة ما توقف فتشوفها البنية اللي ينصدم بيها وهي كانت ركبة على دراجة فتقولها تعال خلينا نلحقهم لكن هو يرفض وهو يسألها عن الطريق ونعرف انه مقوي بحفظ الاماكن والاتجاهات فهي توصف للطريق اللي هو اراده وهو يقول لها انا اعتذر لان انا ما احفظ ويبقى يفتر هواية وما يقدر يروح للبار اللي يريده ووراها يوصل النادي ليلي فهناك يشوف صديقه اللي صارت حالة المادية كلش قوية ويقول لهم انه انا اريد اشتغل وياكم فصاحبي يخلي يشرب ويصير ثمل فصديقي السكرة هو صاحب البار وينطهم الرئيس العصابة فيربطوهم ويذبوهم بالبحر لكن هو قدر انه يطلع وبعدها يرجع الصديقه لكن هو ما يقتله وانما يسوي اثره بوجه ويروح وهناه يرتب بيته وينظفه ويطلب انه تجي قهوة وفجأة تجي ابنية توصل للقهوة او نعرف ان البنية اللي قالت لها وصلك بالدراجة هي توصل للقهوة وهو كان يريد يشوفها لكن ايجد تغيرها فانجبر انه يشرب القهوة ويقول لها روحي وهو طلب قهوة مرة ثانية وللأسف مرة ثانية تجي ابنية لخ ويبقى يطلب لحد ما تجي البنية اللي يريدها واللي اسمها هوانك فجوني يقول لها اشرب ويايا على حسابي وبالفعل هي تشرب ويا فهنانا هي تشوف كتب وهي تسأل عليهم فيقول لها انه احب الروايات القتالية والرومانسية او وراي شغل تلفزيون وتطلع المصارعة فتقول لها انت ليش هي تشعني وهو يقول لها انه احب المصارعة او بعدها ينطيها فلوس ويزود الحساب على متكل مرة تجي ويقعدون يسولفون فتقول لها انه انت كذاب اكيد عندك شي ثاني فهو يقول لها انه انا ما عندي شي بس انريد نحتي فهي ترجع للقهوة او تلقى صاحب المحل وهو قاعد يدخن فتبدأ الدخن ويا فصاحبة المحل تسألها انت ليش يتأخرتي بالرغم انه كل ابنية راحت لهذا العنوان رجعت بسرعة ممكن يكون هذا الرجل معجب بيتش وبمشهد اخر نشوف رئيس العصابة وصديقة اللي غدار بي وهم يدورون عليه لكن جون شانق قاعد بياه وانك ونكتشف انه بدأ يحبها فيسمع جيرانه اللي موجودين بالبيت المجاور اللي هم شباب فقط وهم اتشانوا يحاولون انه ياخذون شي من البنية فهو يكسر الجدار اللي بيناتهم ويدخل وهو ينصدم لما يشوف البنية هي هوانك وهو يبدأ يقتلهم ويحبسهمها بغرفة ويقفلها وورا يقول لصاحبة البناية انه انا رح تفعلش تعويض على اللي سويتها اني فهي من الخوف تقولها لا انا ما اريد اي شي وبعدها بالليل هو يشتاق الهوانك وشان ريدي يضمين عليها فيتصل عليها وتقول لصاحبة المحل انه هوانك بالمستشفى وهو يقول لها انه من ترجع طمنين عليها وهسا نعرف انه واحد من الشباب المحبوسين هرب من الشباك وهو راح جاب العصابة على موت يقتلوه واكيد راح يجيب العصابة اللي تابعة صديقة اللي شان ريدي يقتله فيجون ويدخلون بمشاجرة قوية وياهم لكن هو يقتلهم كلهم وورا يجي رئيس العصابة ويا عدة اشخاص فهنا جون فهم انه لازم يدخل وياها بمواجهة وبهاي الاثناء نشوف المدير وهو قاعد ويا صديق جون والشاب اللي هربوا من البيت فالشاب يقول له احنا ليش ما نبلغ الشرطة فصديق جون يقول له ما نقدر لان المدير يريد يشوف قدراته وهذا المدير هو مدير الاستخبارات الكورية وبهاي اللحظة يطلع جون والعصابة تبدأ تلاحقه وبعدها نشوف هيونك وهي تتصل على جون لكن هو ما يرد وفجأة تدخل وحدة من اللي يشتغلنا بتوصيل القهوة وتقول لها انه اكو مشكلة بالمكان اللي يساكن بي جون فهيونك لما تسمع تركب دراجتها وتنطلق على جون وبهاي الاثناء المدير يطلب من الشخص وياه انه يروح على جون ويسأل انت خارق وممكن تتعاون ويا الدولة وهذا نشوف جون وهو يركل وفجأة تلاقي هيونك فهي تقول لأصعد وياه بسرعة لكن هو ما يقبل فهي تبقى تصيح انه انا زوجته واني حبيبته على مدى الاصابة تسمحها لكن هو يخاف عليها لانه اذا عرفوا رح يقتلوها فبسرعة يصعد وياها او بعدها يبقون يمشون بالدراجة وهنا جون يقول لها انه انا سمون الوحش واني سيئة جدا فتقول لاني معلية بالماضي مالتك وبهاي اللحظات تجي سيارة وتدعمهم فجون يحميها بحضنة لكن هنا نحيون يغمو عليها وبسرعة تجي سيارة ثانية كانت تريد تدعمها لكن هو بقى يحاول يحميها من كل جهة والسيارة تنقلب عالية وفجأة يجى صديقه اللي يغدر بي وهو كانت بيده بندقية شبيرة او كان صديقه يريد يقتله لكن بهاي اللحظة يظهر مين وهو طاير فبسرعة ينقض جون او لما يصحى يروح يشتغل ويا مين او وراه يرجع المحل للقهوة حتى يشوف حبيبته يونك او بعد نشوف جون ومين وهم مهمة بكوريا الشمالية ونشوف مين وهو يبط جون بي ويطير وياه او وراه وهم طايرين مين يفتعل الحزام ويوقعه او بعدها يوقع جون على مستودع بي عصابة ونعرف ان هاي العصابة خطفة فيلسوف وهي تريد من عندها معلومات عن مشاريعه او هسن شوف جون وهو يدخله بمعركة او مين يدعم جون من الجو بسلاحه او وراها مين يقول الفيلسوف ان عائلتك الان صارت بكوريا الجنوبية وانت لازم تروح ويانا فهنا مين يربطه وياه ويطير ويبقى جون صيح وبعدها نشوف جون ومين وهم يصورون اصدقاء مقربين وبدوا يخلصون مهمات سوى وبهاي الاثناء يطردون جون من الشغل فمين يسوي خطه وياه جون وهو يضرب رصاصه على حبيبته لكن جون يتصداها ووراها نشوف المدير وهو متعلق على الشجرة كايهانة الى وبهاي اللحظة هما يقررون انه ينطو منصب اصغر من منصبه وبعدها نشوف لي وهي تترك الشغل لان ابوها مات ولانهم ما يقدرون بعد يهددوها بي وهي تقرر انه تشتغل وظيفة عادية وبعد اكثر من سنتين يرجح مين الحبيبته باحد الهيالي الثلجية ويقول انه انا جيت اوف بوعدي وهو يشيلها ويطيرون نصب تساقط الثلج وبهاي الاثناء نشوفهم وهم متزوجين وعدهم الطفل كيم وهم كانوا عايشين حياة طبيعية جدا حتى انه مين ما كان يستخدم قوته نهائيا وبيعام من الايام انشوف مين وزوجته وهم يلعبون كيم ويضحكوه فينصدمون لما الطفل كيم يطير وهنا يعرفون انه كيم ورث قوة ابوه بعدها بدأوا ياخذون احتياطاتهم ويتعبون بتربيته لدرجة انه هم يقولون انه تربية الطفل اصعب من الشغل بالمخابرات وبهاي اللحظة المدير يمر بجمع الفريق الخارق من جديد باستثناء جون وهنا نشوف لي وهي تطلب من زوجها انه ينتقلون المدينة ثانية حتى بينهم يعيشوا بصورة طبيعية اوارى بعض الايام مين يشتغلوا بالبستان فاتجي زوجته وهي تقول له انه كيم ما موجودة بكل مكان فهو يبدأ يدور عليها ويطير ويبقى طاير الحد ما يوصل للغيوم والمشهد يكون هو المشهد اللي عالق بذاكرة كيم واللي دائما يشوفه بالحلم وبالليل يتم الهجوم على بيت مين او مين يهرب زوجته وابنه وهو يدخل وياها بمواجهة لكن هم ما قدروا يتغلبون عليها بفضل الابطال الخارقين اللي وياهم واهنانا نعرف انهم اتمكنوا من القبض عليها فبعدها اللي يتهرب من المدينة هي وابنها او نعرف انه مدير المدرسة كان يراقبهم او وراها ننتقل جون اللي كان عايش حياة مملة بوظيفة عادية على الحاسوب اوهو كان متزوج منه يونك حبيبته او عايشين حياة زوجية سعيدة وبيام للأيام يجي المدير ويقول له اتريد ترجع للشغل بالمخابرات واذا تريد ترجع انا عندي اليك مهمة او وراها انا رح ارجعك والمهمة تكون هي مساعدة الجيش بالقبض على الخارجين عن القانون فبالفعل جون يوافق ونشوفه هو انظام للفرقة اللي رح يسوون المهمة او وراها تبدأ المهمة ونشوف مدير المدرسة هو متنكر على انه هو دليلهم فهنانا المدير يشوف اثار اقدام وهو يدلي جيش على المكان او يلزم جون ويقول له انه احنا ما رح نروح لان الخارجين عن القانون ويوم شخص خارق فخلينا نتأكد يلا لكن جون يعوفه ويركض على مودة يساعد الجنود فيبدأ جون يساعد الجنود وينطلق باتجاه الخصوم وبعدها تنشمر قنبلة فجون يصير فوقها وتنفجر وبهاي الاثناء نشوف الشخص خارجين عن القانون وهو عند قوة خارقة وهو يبدأ يوقع عليهم صخور من اعلى الجبل واهنانا جون يدخل وياه بمشاجرة قوية فهو يشمر جون من فوق الجبل ويقول له انه انا رح اشوفك مرة ثانية وبعدها يهرب وبهاي اللحظة اهوانك كانت تبشي على جون فيرجع جون للبيت وهي لما تشوفها تحظمه فمدير المخابرات يسوي اجتماع طارق ويقرر يجمع الفريق الخارق ويكون جون هو الرئيس وذلك لان عمره تشبير وهو اقدم واحد بيهم وبهاي اللحظة نشوف جون وهوانك وهما صاروا عندهم ابنية واللي هي هي سوك وهذا نشوف جون وهو راجع بالطيارة وتليفونه ما كان بيشحن فهو يركض بالمطار على مدخابر زوجته فلما يتصل يقولولا انه زوجتك وبنتك سوى وحادث وللأسف زوجتك ماتت لكن بدك بالمستشفى والحد لا نعيشه وورا نشوف جون هو يبشي بجنازة هوانك وهنا هو قرر يعيش على مدير ابنته وهو ايضا تقاعد من شغله بالمخابرات وورا ننتقل الجي اللي هو ابو تشينك ونعرف انه هو مجنون لكن قوة الخارقة هي القوة الجسدية ونشوف الناس وهي تستغله لكن زوجته ادى فعله وتهتم بي وهي ابدا ما عافته وورا نشوف زوجته هي داخلة بمظاهرات وتقول لها انت لا تدخل لانه لازم تروح تجيب تشينك من المدرسة وبهاي اللحظة نشوف جي وهو مسوي اكل الابنة تشينك او جانو قاعدين ودي وكلون بي ويقول لها انت ظل بالبيت وانه رح اطمئن على امك واي جي فيروح ويشوف ان الشرطة قبضت على المتظاهرين واللي تم القبض عليها هي من ضمنهم فهو من يشوفها ما يسيطر على نفسه ويبقى يضرب بالشرطة وورا تحتي ويا من شباك البص وتقول له انه انت لازم تهرب وتاخذ تشينك بسرعة وبالفعل هو يسمع كلامها ويهرب وبهاي لاثناء المدير خابر جون ويقول لحنا نحتاجك بالقبض على شخص خارق واهنانه نشوف جون هو ينزل للصرف الصحي ويشوف الشخص الخارق ونعرف ان الشخص هو جي ابو تشينك فجون وجي يتواجهون والمعركة تكون صعبة لان الاثنين كانوا اقوياء وبهاي اللحظة جون هو طالع من الصرف الصحي كان بيده الطفل ولما يسألوا على الشخص الخارق يقول لهم اولا هو مختل عقلي او ثانيا اني خليته يروح لان هو وعد ابنه انه يرجع له فتروح القوات والمدير وجون البيت جاي وهنانه هم يتأكدون ولما يعوفوا يشوفون انه الجنود ينضربون فيرجح جون ركض والجندي يقول انه الطفل هو اللي سوه هيتشي مولئة فهنانه جون ينصدم ويعرف انه قوة متوارثة فيرجع للبيت وياخذ بنته هيسوك ويهرب او نعرف انه هاي الحادثة اللي صارت الزوجة جون وبنته وهي كانت جدا قوية ومستحيلة الطفلة تعيش لكن هي عاشت وراء ايام وكل الجروح اللي كانت بها تشافت تماما فهنانه مدير المخابرات يعرف ان القوة المتوارثة هي موجودة ويقرر ان يسوي مشروع يدربه الابطال وهم معدهم بيستشينك او كانوا ديراقبون بلي او ابن هكيم اللي هم معائلة مين فهنانه جون هرب هو وبنته او كان المشروع داخل المدرسة الابعاد الشبوهات او مني هنا ننطلق المشروع او كل هاي القصص هي صارت بالماضي او هسا نرجع لوقتنا الحالي ونشوف هيسوك ويهي تشكر جينك لانه انقذها واتقول لها انت يا جامعنا ويتدخل فيقول لها انه انا مين اتخرج من هنا اشتغل بالمخابرات الكورية فهنانه نعرف انه جينك يعرف انه مدير المدرسة هو شخص من المخابرات الكورية واذا جينك ساعدهم رح ينظفون سجل ابو الاجرامي فهنانه نشوف هيسوك وهي تاخذ من المدرس ورقة ويكون بها عنوان القاعة رياضية على ما تتمرن بيها وبالصدفة يلقاها بانك ويقول لها ديرباليش ترى هاي المدرسة مو مثل ما انت متخيلاتها فهنانه تروح الكيم وتلقى نازع الاثقال واتقول لها انت ليش نازع اثقالك فيقول لها انه انا بديت اسيطر على نفسي فهي تتقرب من عنده وتلزم وجهه وهنانه وما يسيطر على نفسه ويبدأ يطير فهي تلبسي حقيقته وتقول له انه الحد لان انت ما تقدر تسيطر على نفسك وبعدها يروحون ويصعدون للباص وهسنشوف سايق الباص اللي هو رجل البرق ونعرف انه بعد عايش وما موت لما قتل الاف اي فهنانه يصعد وراهم شخص غامض والسايق كان يشوك بي وبقى يراقبه فنشوف لي ام كيم وهي يجدتي للمدرسة على متلتقى بمدارسة تربية البدنية فتتصل بكيم وتقول له انه انا رح اتأخر او انت دير بالك على نفسك او وراها نشوف جونه هو يتصل بهيسوك ويقول لها انه انا رح اتأخر انت يرجع للبيت بعدها الحارس الامني العجوز يبدأ يراقب الكاميرات وخبر احد الاشخاص ويقول له هما هنانه فهنانه لي كانت قاعدة وي المدرس وهي تسأل عن تشينك اذا كانت عند قوة خارقة فالمدرس ينكر ويقول لها لا وبعدها هيسوك وكيم نشوفهم هم تحضروا على مد ينزلون من الباص لكن الشخص الغريب قام ووقف فالسائق لما شاف الموقف مباشرة نتوجه بالباص لمركز الشرطة او نكتشف ان الشخص الغريب يمتلك قوة الطيران او لما وصل السائق يكون الشخص الغريب اختفئ بعدها نرجع لانكيم وهي تسأل المدرس وتقول له من شوكة انت هناك فترجع بين الاحداث قبل هاي الايام او نعرف ان المدرس هو ايضا من المخابرات الكورية او اول طالب تدرب على ايده هو رجل البرق لكن القوة اللي عنده كهربائية مو بدنية او ثاني طالبة تمرنت على ايده هي بنت الحلاقة اللي عرف انه هي عدها قوة خارقة وهنان هي رجعت للبيت وقالت الامها فامها خافت عليها وهي سوى تروحها انه تمرضت وماتت على متهرب من الحكومة لكن هي جنت موجودة بجنازة امها وبعدها هو يبدأ يدور على اطفال خارقين على مول يدربهم وهذا نرجع لوقتنا الحاضر ونشوف لي وهي تقولي جون خلي بالك لانه اكو كاميرات مراقبة او وراءة تسمع صوت الامرأة وهي تخابر وتقول انه الاشخاص الخارقين موجودين بالمدرسة فلي تبدأ تدور على المرأة وبالفعل تلقى هاقات للمساعد وهي متنكرة على شكل خادمة وبهذه الاثناء نشوف اشخاص خارقين غريبين وصلوا للمدرسة فهنا نلاحظ هي سوك وهي تركض بالقاعة الرياضية بينما كيم هو تشامب المتجر عنا مودي يجيب شي يشربوه وهي سنشوف شخص وهو دخل قفل الباب وبعدها هو طار وصار وراء هي سوك فهي سوك تقولي انت منه لكن هو بسرعة يشيلها ويطير بيها ويشمرها من فوق وبهاي اللحظة يرجع كيم ويجلقى الباب مقفول وبحواسة الخارقة اللي ورثها من امه يسمع انه اكو شي دي يصير جوه فيطلع بالخارج وينزع الحقيبة ويفكر انه يدخل من الزجاج وهو يذكر كلام امه من قلت له اذا ردت الطير عدل لازم تعرف تهبط عدل فهو يطير ويكسر الزجاج ويدخل من السقف وهو ياخذ هي سوك ويهبط بيها فبهاي الاثناء ام كيم كانت دخل مواجهه ويالعميلة السرية فهنا نالي تهرب وهي تبدأ تكسل كل كاميرات المراقبة وبدأ تفصل الكهرباء عن المدرسة وورا يدخل ضابط من المخابرات الكورية الشمالية وينشوفوا شخص ضخم وهو يبدأ يسألهم عن ملفات الابطال الخارقين فيصير خلاف الكلام بيناتهم وورا نشوف اوم تشينك وهي تتصل على ابنها فهي تبدأ تسأله وتقول لي انت وين وهي تسمع ابنها ديون ضرب وتقول الابو انه ابنك تعرض للهجوم ولازم تروح وتساعده وهاس نشوف جون والشخص الضخم وهم دخله بمواجهة عنيفة فالعميلة السرية تجي على مدة شغل الكهرباء فلما تشغلها تشوف لي قدامها وبسرعة ليطلع اسلاحه وتضربها رصاصة براسها وتقتلها ووراها نشوف المدرس وهو يركض وهو شخص لازم بانك وكان يضربه ضرب قوي ونعرف انه هذا الشخص كان نفكر انه بانك هو من الاولاد الخارقين فالمدرس يحاول يدافع على بانك وهو يقول للشخص انه بانك مو خارق وهو يحضن ويقول له اقتلني مكانه وبهاي الاثناء جون والشخص الضخم لا زالوا يتواجهون ونعرف انه الشخص الضخم قوة مثل قوة جون وهي التجدد وهسا ينتقل بين المشهد الكيمو هيسوك وهمتشنو داخلي المواجهة وهي الشخص اللي يطير وبهاي اللحظة نشوف لي وهي تنقذ المدرب بانك فهي هنا تطلق النار على الشخص اللي يريد يقتلهم وبالفعل هي قدرت تقتله فبانك يدخل غرفة على مدخ تلبيها لكن هو يلقى الطالب اليوتيوبر وهي تبتش وخاتله فيعرف انه هي راجعة للمدرسة بالصدفة لان هي ناسية غراضها ووراها اللي تهدد ضابط الكوري الشمالي بالسلاح وهي تسأل عن زوجها من فيقول لها انه زوجت كان بمهمة القتل رئيس كوريا الشمالية وبوقتها ازال كل العقبات وازال الحرس الجمهوري للرئيس لكن لما وصل الغرفة الرئيس ما قتل الرئيس وتراجع بس حكومة جبرتة انه يرجع ويقتلب مهمة ثانية لانهم هددوا بابن كيم فهو وافق ورجع ووراها نعرف انه كوريا الشمالية قررت تجيب ابطال خارقين ايضا او ان نكتشف انه الابطال الخارقين الكوريين الشماليين هو الشخص اللي يطير والشخص الضخم اللي يملك قوة التجدد والبطال الخارق صاحب اليد الخارقة او نعرف انه لما يصفق بيده يتفلش كل شي وهذا البطل قبضه وعليه وهو صغير وكانه حابسي بكهف وبقى حابسي الحد ما ايجا يوم وطلع البطل الضخم المخلاوية وهو بده يحبه ويهتم بي ونعرف انه الشخص الضخم هو شخص رقيق القلب مثل جون تماما ووراها لما ايجا مين حتى يقتل الرئيس للمرة الثانية وبضنا عليه وهو حاليا نفس جون كوريا الشمالية فهنا نشوف لي وهي مصابة وهي تتصل بجون وتقول لي انت لازم تقاوم على مدنقذ اولادنا وان شوف الضابط هو يتصل بالبطل صاحب اليد الخارقة ويقول لي ايجا دورك وتعال حالا وبهاي اللحظة اللحظ كيمو هيسوك وهم يتواجهون من البطل اللي يطير وان شوفوا ما هم بدأوا يسيطرون عليها بصورة تامة اما جينك فهو ايضا دخل بمواجه هو شخص خارق من كوريا الشمالية ونعرف انه هذا الشخص يمتلك نفس قدرة جينك فيضرب جينك ضربه يكسر بها عظام الكف وهو يقرب انه يقتله وبهاي اللحظة ييجي المدرس ويطلق النار على الشخص الخارق لكن هو يهرب بقدرة الخارقة على الحركة السريعة واهنان اما يتواجهون فيهدد المدرس اذا ما انطلت ملفات الطلاهب رح يقتل جينك وبهاي اللحظة يوصل ابو جينك ويشوف ابنه بهذا الوضع السيء فيتواجه ويا الشخص اللي نفس قوته وهسا نرجع جونو للشخص الضخم اللي مواجهتهم الحد الان ما خلصت وهم اتشانوا يقتلون بنفس القوة والتجدد وبهاي الاثناء ابو جينك يشمر الشخص اللي قاتله من الشباك وبعدها نشوف الشخص صاحب اليد الخارقة وهو يصفق فتنادم الغرفة على تشانكو ابوه والمدرس ويكون ابو جينك متحمل الصخور حتى يحمي ابنه والمدرس فتشينكو هو مصاب يسوي حفرة بالجدار وبالفعل هم قدروا يطلعون منها وهسا روح الكيمو هيسو وهم خلصوا قتالهم فكيمي يقول لها اذا صار لتشي كان انا متى تواراتش او انا ما اتحمل اخسر اللي ابنية اللي احبها فهي تقول له شنو قلت انت تحبني فيقول لها انا احبك فهي ترد عليها وتقول له انو انا ايضا احبك وبهايلاتنا يجي اتصال للشخص اللي يطير ويقول له تعال للمدرسة الوضع سيء جدا فكيمي يسمع المكالمة ولما يريد يجي مع عليها الشخص يطلق النار على كيم فهي سوق تحضن كيم والرصاصة تجي بيها وتقول له رح ساعد امك انا بخير وراح اجي واراك وبعدها كيمي يطير ويركز على هدفه والاول مرة نشوف كيم وهو يطير بطريقة صحيحة وهنا نشوف صاحب اليد الخارقة اللي ابو تشينك كسر له ايده وهو خلا بعد ما يقدر يصفق بيها فييجي الشخص الضخم ويشوف صاحب اليد بحاله سيئة جدا فيذكر الشون اعتنى بي وحبه كأنه هو اخو فهنا جوني يلزم الشخص الضخم ويبدأ يقتله لكن الشخص الضخم يقول الصاحب اليد وروح وانجب حياتك وعيش بحيدا عن القتل والدم فصاحب اليد يقفز من الشباك ولما يوصل الارض يصفق الارض بايد وحده ويقوله روح وخلي بالك على الاطفال وبعدها يجي الضابط ويضرب جونه برصاصه براسه اما هيسوك فيشوفها سايق الباص وهو يجيبها ويجي للمدرسة وكيم يقدر يوصل الامة بالوقت اللي يقرب الشخص الطاير انه يقتلها لكن هو وصل باللحظات الاخيرة ويدخل بمواجهة قوية ويا وهنا الشخص الطاير يوجه المسدس على كيم لكن ام كيم يتوجه المسدس على الضابط فام كيم تهمس بصوت ناص الكيم بانه يهرب حالا او كيم يسمح بحواسه لكن هو يرفض ويقول لها الاول مرة خليني اشوفك انه انا كبارت او لازم اشوفك شون احميك مثل ما انت حميتيني طول عمرك وبهاي الاثناء يوصل رجل البرق وهو يشحن نفسه ببطارية السيارة ويوجه قوته للشخص الطاير ويقطع عيده تماما وبهاي اللحظات مشوف الشخص الضخم وهو يحاول ينقذ صاحب اليد لانه هو كل شي يحبه وما يقدر بدونه لكن صاحب الكهف يقول انه انا عشت حياتي عذاب واني ما مستعد اتعذب بعد او خليني اموت بسلام وانت اهرب وسوي مثل ما قلتلي قبل شوية عيش حياتك بعيدا عن القتل والدم فالضخم يسمع كلامه ويهرب وهو يبشي وهو ينصدم بهيسوك لما هي تشوفه وهو يبشي وتشوف الدم ينزل منه فهي تقول لي خلاص الحرب انتهت وتخلي ايدها على ظهرك واهنانه يجي جون ويحاول يساعد لي ويتصدى للرصاص فلما كيمي حاول يهجم على الضابط الضابط يقول لي انت لا تدخل لان انت ما مذكور يمنى واهنانه تغافله لي وتضربه وايضا جون يجي ويدفعه ويوقع من فوق المبنى وتنتهي المواجهات كلها وكيمي يشي الامة على ظهره ويطير ويختفون وبعدها تيجي هيسوك على ابوها ونعرف ان الرصاص اللي اخترقت عينه بالفعل اصابته وهو تشان غير قادر على تجديد عينه او بعد فترة يتخرجون الطلاب من الثانوية او هسا نشوف هيسوك وابوها او تشانكو هو وعائلته ايضا لكن كيمو امه ابد ما كان الهم اثر او ياخذنا هسا المشهد الكوريا الشمالية ونشوف الضابط الحد الان هو ما مات وهو يدخل بمهمة شخصية كلف نفسه بيها او كانت المهمة هي انهاء الحرب وقتل كل الضباط والمسؤولين الفاسدين ونشوفه هو بده يصف بيهم واحد وراء واحد او وراء يروح المين للسجن ويقول له انه ابنك عايش وهو وطل وانت لازم تطلع وتوقف الحرب من ناحيتك لان انا من ناحيتي نهايتها تماما وهو يشمر لمسدس ويروح او وراء نرجع الكوريا الجنوبية ونشوف انه ابو هيسوك ارجع وفتح مطعمه والمفاجئة هي انه الشخص الضخم كان يشتغل ويا وهو يقول للشخص الضخم انه انت اخويا وعم هيسوك او وراءها نشوف المشهد الجميل انه مين يرجع الزوجته وابنه او كان المشهد مليه بالحب والدموع وبعدها اللاحظ كيم وهو لابس بدل صفرة وهو كان يطير بالجو على مد يساعد الناس كبطل خارق وكل الابطال الخارقين كرسوا حياتهم للدفاع عن الناس العبرية ولهنانه تكون نهاية المسلسل